اشتركوا في القناة يجب ان لا ينسى وما حدث في مصر هو بكل تأكيد نتيجة لارادة الشعب المصري ولكنني ارى الحكومة الانتقالية قد عبر صراحة عن التزامها باتفاقية السلام مع اسرائيل وهذا ما لمسناه بصورة واقعية لكن هل تلتزم الحكومة المقبلة في مصر بالسلام؟ اعتقد ذلك لان فرص عودة كل من دولتين للخلف ضعيلة وانا اذكر التاريخ جيدا هذا الجيل من الشباب لا يتذكر التاريخ اما انا فاذكر عندما كنت شابا اخذ حربا شريسة في قناة السويس وشهدت الموت يقترب مني وشهدت زملائي يموتون امامي لا اعتقد اننا سنعود الى تلك الايام السوداء ولكن عربا ايضا قضوا في تلك الحروب بكل تأكيد وانا ما زلت اتذكر تلك الايام ولا يمكنني ان اصدق بان الحكومة المصرية الجديدة ترغب باعادة الزمن الى الوراء والعودة الى ايام الحروب المأساوية التي عشناها في الماضي في الوقت الذي اصبحت دمار السلام ملموسة ولا تخطئها العين وانا لا اتحدث عن وقف القتال بل عن علاقات تجارية وسياحية اعتقد ان مصلحة مصر ان تستمر في هذا النهج اذا انت لست قلقا سيد نتنياهو على مستقبل معاهدة السلام او تدفق الغاز الطبيعي من مصر الى اسرائيل يساورنا القلق لان شعوبكم قد تسعى لتدمير العملية الديمقراطية من هم هؤلاء الناس في نظرك؟ اعلم ان ايران تتطلع الى المنطقة وتدخل في كل شاردة وواردة في العالم العرب هل هذه قراءة للوضع؟ ام مبنية على معلومات؟ كلا ايران تسعى للتدخل بشؤون دول عدة في المنطقة وهي لا ترغب بصنع السلام او تحقيق الديمقراطية او الاصلاح او التغيير ولو كانت غير ذلك لشهدت ايران بحلة جديدة هل اشعر بالقلق؟ نعم اندمرت العملية الديمقراطية وحضت الشعوب على عدم الاعتراب باتفاقية السلام ويحدون الامل بتحقيق نتائج افضل فنعطي الشعب المصري الفرصة في الاختيار وسيختار السلام